هل يسمعني أحد؟ هل يوجد شخص لا يزال على قيد الحياة؟ نداء يائس يخرج صداه من قلب مكلوم إلى ما كان يوماً الدار سكن الأهل والأحباب والذكريات حولته آلة الحرب الإسرائيلية إلى كومة من الركام والأطلال طوال أشهر مضت تحولت حياة الغزيين اليومية إما هرباً من استهداف الاحتلال لمنازلهم ليل نهار أو بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض عن أقارب وأحبة عبر إزالة أكوام كبيرة من الحجارة بأيديهم وبأبسط الوسائل يدققون الإنصاط بين الركام علهم يسمعون هاسيس نفس أو نبض قلب ضعيف يشير الاحتمالية وجود حياة بين أولئك الذين انهارت الأبنية فوق رؤوسهم أنت بتضرب ناس هدنيين منهم يتدعوا في قصص بقلهم في مقام وقلهم في حاجة مقعدين أطفال والله أطفال والله أطفال والله صعبية البنت والله بلعب مع بعض كل يوم حينما يكون وزن الحجارة والحطام أهون من ثقل ومرارة الفقدان وعندما تكون رصاصات الاحتلال الغادرة أقل ألماً من الدقائق المميتة في البحث عن جثامين الأبناء والأحباء تحت الركام تكون هذه المشاهد المؤسفة مجرد ساعة واحدة تمر على سكان قطاع غزة بأرواح منكسرة وقلوب محطمة بصورة أكبر من ركام الغارات يبحث الناجون بعيون غائرة ونفس مشتتة عن صغار لا دخل لهم بذلك الواقع المأسوي كل ذنبهم أنهم ولدوا في قطاع غزة الذي يمارس عليه الاحتلال أبشع صور الجرائم الإنسانية لم تنهر البيوت بقدر منهارة المعاني في وصف هذا المشهد المأساوي الذي يعد واحدا من آلاف الصور المأساوية التي تمر على كافة مناح القطاع لأكثر من سبعة أشهر متواصلة في ظل صمت دولي يقتل سكان غزة بقدر ما يستهدفهم لاحتلال